هنشوف الفيديو الجاي اللي بيكلم على نتيجة الكسل الوظيفة للعين يعني العين ما بتشوفش فبالتالي حصل فيها كسل وظيفة نتيجة اي سبب من الاسباب اللي ذكرتها وزي ما قلتلكم المهمة قوي ان العنين بقوا مظبوطين مع بعض طب لو ظهر حاول الحاول ده بيعكس ايه الحاول ده ممكن يكون انسي للداخل او وحشي للخارج وده يعكس الحالة الطبيعية اللي العنين فيها بيركزوا في صورة واحدة ويتشافوا زي بعضهم الحاول قد يكون رأسي لفوق او رأسي لتحت او انسي او خارجي وبياخد اشكال مختلفة من طفل الاخر يا ترى ايه اسباب الحاول وايه طرق العلاج والحاول بيعكس ايه زي ما قلتلكم كده من المهم جدا جدا في المنظومة اللحنة الابصارية ان العنين بيتحركوا مع بعض بدقة شديدة جدا ومنتهى التركيز ومنتهى الدقة بتبقى بتتقاس بيعني جزء من جزء من الارك اللي هو القوس والحركة دي لا تيجي تسببين السبب الاولاني ان العنين سليمة والعنين سليمة فكل الصورة جاية على نفس النقطة فيه الشبكية السبب التاني ان المخ مهتم ان هو ينسق مجموعة العضلات دي ان هي تتحرك مع بعضهم لو احنا بنبص يمين فيه اربع عضلات بيشتغلوا العضلة اللي بتشد العين يمين العضلة اللي قصدها ترتاح العضلة اللي بتشد العين التانية يمين والعضلة اللي قصدها بترتاح المنظومة دي بتحصل بتنسق غير عادي من غير ما نحسه من غير فيه اي مجهول فلو حصل خلل في ذلك نتيجة اساسا ان احنا ما بنشوفش بعين ملايين ده معظم اسباب الحاول او جزء كبير من اسباب الحاول لأي سبب بقى سبب زي ما قلنا قبل كده مقاس نظارة مختلف اطعين اطور ملايين او اصر ملايين فيه جرح في القرانية فيه عتامة في القرانية فيه مياه بيضة خلقية فيه لقدر الله ورم في العين انفصال شبكي مشاكل اطفال مبتسر يعني مليون سبب يعيق الرؤية من عين واحدة فبالتالي بيحصل ان عين تخش الجوة معظم الوقت او ترايح لبرة او تطلع لفوق او تنزل لتحت اذا الحاول عرض لمرض ده في الجزء كبير منه قد يكون الحاول يعكس عدم انتظام في مراكز المخن مراكز المخن مش قادرة تجمع الصور مع بعضها ده بيجي بقى شك واللطيفة جدا في الشباب والبنات الكبار اللي هم تانية سنة وثالثة سنة بيذكروا كتير يقول لك والله انا رحت ذكرت عند واحد صاحبي او واحدة صاحبتي بعد 3-4 ساعات ببصري كده لقيت عنية لبرة قالت لي ايه ده معقولة ايه تحولة اتنبهت وبعدين بصت تاني لقيت عنية مظبوطة وكل ما البروزيس بتاع التركيز زاد بالمنظر ده قالين انت بقى on و off ده اسمه الحاول الخفي الحاول الخفي معناه ان مراكز المخ غير قادرة على تجميع الصورة فما بتيجي تتعب بعد مجهود كبير وتركيز كبير بتفك الارتباط بين اليمين والشمال فان هما متوازين فهين تروح مرايحة الجوة مرايحة البره مرايحة الفوق مرايحة تحت نعمل ايه في الحالات دي بنشوف هل الشاب او الشابة دول محتاجين نظارة ولا لأ نفحص عينيهم كويس في بعض التمارين اللي تزود خدرة المخ ان هو يخلي العنين مظبوطين مع بعض تخلي دايما الاحساس بالعمق مستمر ان العنين دي لازم تشتغل مع العنين دي فدي حاجات في منتهى الاهمية غير كده مفيش عمليات للحاول الخفي اللي هو بيظهر دقيق بس معدودة في اليوم لان احنا العضلة اللي بغزالة دي ما بنقررش نظبطها هنظبطها من ضعيفها وهي قوية ولا نقويها وهي ضعيفة ولا نتعامل معها ازاي ما بنقدرش الا لو كان الحاول مستمر وهنا بيبقى حسب محاول ظاهري في حاجة اخرى للحاول يسمى الحاول الكاذب وده ينتج ان مثلا عين اكبر من عين فبتدي احساس ان هي داخل الجو او السبب الاكثر شهرة ان العضمة بتاعت الانف في هذا الجزء بتبقى فطسة شوية في الاطفال فمساحة الجلد بتبقى ممتدة فييجي ان العين تظهر ان فتحة الجفن نفسها بتظهر على مساحة اقل يظهر ان الطفل عنده حاول داخلي وده شاكة مستمرة لما بنيجي نسلط الضوء لو احنا بصينا العين احد ولمبة من وراء ورانا ولقينا ان اللمبة دي من وراء في الحدقة هنا في الحدقة هنا نعرف ان دي عينه دغري ومفيش فيها حاول وده برضو علامة مهمة احنا بندور عليها وبقولها لكم عشان تتطمنوا ان الابنة او الابنة مفيش عندهم حاول ان شاء الله من الاسباب الاخرى للحاول وجود اسباب عضوية حاجات تحتاج عمليات او جراحات فالحاول يعكس مرض داخل العين من المهم جدا بمكان ان العين اليمين تشتغل مع العين الشمال ليه؟ لان دي بتدينا درجات عالية من الابصار ودرجات عالية من الابصار ما بمعنى الاحساس بالعمق ان في العربية مركونة مظبوط تعالوا جربوا مرة كده اركنوا عربية في مكان دايق سيدات ورجالة مش سيدات بس هتلاقوا في صعوبة شديدة ان احنا نحس القديل اللي ورانا بعيد عننا وقديل اللي قدامنا قريب مننا او بعيد عننا فدي من المزايا برضو اللي احنا واخدينها كده وفرحانين بيها الاحساس بالعمق فبالتالي لو احنا استثنينا الاسباب العضوية وبنتكلم هنا بس على الحاول الخلقي التبادولي ان العين دي كانت كسلانة وحصل فيها حاول لسبب من الاسباب ودلوقتي قررنا ان احنا نعمل عملية قبل ما بنعمل عملية بنرمي مجود كبير قوي على الام الحقيقة الام هنا هي اللي بتحمل فشل او نجاح ان العين دي ترجع تشتغل تاني انا عارف ان اللي بطلبه منكم بتبقى ساعات حاجة صعبة جدا بس والله بنقضي الوقت ان احنا بنقول يا جماعة قد ايه اهمية ان احنا نعالج الكسل ده بان احنا نقفل العين السليمة عدد ساعات من اليوم حتى تنهض العين الكسلانة وتبقى تشتغل تاني ايه الفكرة في الموضوع ده الفكرة ان انا لو صلحت لو عيني لمين حولة وصلحتها بقى الدغري وهي ما بتشوفش فبرضه هي مش هتشوف المخ نتيجة اختلال الصورة هنا هيفضل الرؤية من العين الشمال طب اعرف ازاي ان عين دي ما تشوفش في طفل معرفش يبقى انا كده حكمت على عين دي انها تبقى كستانة طول عمر ولكن قبل العملية لو انا قدرت اقفل العين الشمال واجبر المخ ان يستقبل الصورة من عين دي مين والصورة توضح يوم بعد يوم فاصبح الحوال تبادلي يعني الطفل بيجي بيشوف كويس بينه دي ويشوف كويس بينه دي ويبدل دي شوية ودي شوية ودي شوية لما اجه ازبط عينيه مظبوط يبقى دي بتشتغل مع دي وتكون صورة واحدة في منتهى الدقة او بدقة كبيرة فبالتالي انا عالكت ضعف الابصار خدوا بالكوا ان الكسر الوظيفي لو عد عليه 8 سنين او 10 سنين ولم ننجح في ان احنا نقوم العين الكسنانة او العين التعفانة او العين التعبانة اللي الموخ مش عايز نستقبل منها الصورة المزغريلة الغير واضحة ولا لا مش عايزك يبقى احنا فشلنا مع هذا الطفل او الشاب او الشابة بقيت حياته يفتكروا كده لما يجي نجوزهم ويبقى بس معتمد على عين واحدة قد ايه شعورنا بال يعني بان احنا زعلانين من نفسنا وبلاش نوصل لهذه النقطة ارجوكو وما فهمش اي حاجة تانية غير كده الطفل لازم يقفل عينه وحنقام الكل نقدر عليه نقفل عينه نقفل عينينا معاه نكافؤه نعاقبه لغاية ما العين تقومه نقدر نصلح هذا الحوال الفيديو اللي جاي هادينا برضو اوفر فيو كده على ازاي نعالج الكسل الوظيفي وايه اهمية استخدام الوسائل العلاجية زي غلق العين او ساعة بعض القطرات بان احنا بنعاقب العين التانية ان احنا نزغللها السليمة وقد ايه اهمية المتابعة مع الطبيب المعالج في مرحلة ان احنا بنحسن او من درجات النظر فيه على عين الكسلانة لو معنا الفيديو يا جماعة انشغلوا لا سمحت هنا اللي بيحصل ان العين الشمال فيها صورة مزغللة نتيجة هنا مثلا فرق في مقاس النضارة بنعود ده بالنضارة على طول والنضارة الطفل بيلبسها من 8 شهور هنا نتيجة الحوال بنيجي نقفل العين السليمة زي ما قلتلكم كده فيه اوكلودرز معينة بتيجي الاوكلودرز دي بتغطي العين السليمة وبتخلي المخ مجبر او مضطر ان يستخدم العين الشمال لغاية ما يحصل ان الصورة في العين اليمين المزغللة الوحشة تبقى بقوة العين الشمال لو الطفل عنده اي حاجة تتعالج في هذه الاثناء بنعالجها من المهم بمكان انه احنا مغطيين عينه السليمة يعمل حاجات هو بيحبها يعني يلعب يتفرج على الكمبيوتر يلعب بالالعاب بالبلاي ستيشن والحاجات دي يعني ما خشش ينام لان رقفلنا عينه السليمة ودخل ينام يبقى احنا عناش حاجة يعني فالحقيقة يعني نجاح او فشل القصة دي يعتمد على قد ايه قدرنا نحفز الام وقدر الام عندها استعداد ان هي تقضي هذا المجهود وتدفع هذا الثمن عشان نمانيجي نجاوزهم كده عارفين ان احنا عملنا فعلا علينا وداخليا متطمنين ومبسوطين ان هما شايفين بعينهم الاثنين وبيستخدموا عنهم الاثنين يبقى اصلاح الكسل الوظيفي من المهام المهمة جدا والمقدسة الحقيقة في مراحل الطفولة المبكرة قبل عشر سنوات لي عشان نقدر نستفيد من كل خلايا العين ونستفيد كذلك من ترجمة المخ للصورة والتفاعل معها طيب عملنا كده ونجحنا ان احنا نصحل عين التعبانة واصبح فيه نوع من الحاول التبادلي زي ما نقول تركوا كده بنقيم الحاول ده بنشوفوا حاول افقي حاول رأسي وبنيجي نشتغل على عضلات الضعيفة من قويها وعادات القوية بنضعفها قد نطلق نستخدم عين واحدة نشتغل على عين واحدة او نشتغل على عينتين عادات ما نعمل مع المشاكل الافقية الاول وبنخلي المشاكل الرأسية غير لو كانت واضحة من الاول طيب بعد شوية ظهر مشكلة حاول رأسي زبطنا عينه وعينه بقت ضغري وفي نفس الوقت لما يجي بوص منه وشمال عينه بتحدف فوق او بتحدف تحت او ظهر زاوية اخرى للحاول بعد السنين لازم برضو هنا نراجع نظره طفل بيشوف كويس ولا لا فيه مشكلة في النظر ولا لا ونمرأتين بعد كده بنشوف هل يحتاج عملية اخرى او لا يحتاج عملية اخرى من مزايا عمليات الحاول ان هي بتتعامل مع العضلات خارج العين يعني احنا ببنفتحش العين من جوه احنا بس بنحرك العضلات ومنحركها بمنظومة دقيقة ومنظومة مهمة عشان نوزن الامور فبالتالي قد نضطر نشد عضلة زيادة او نراح عضلة زيادة في اوقات قليلة الحياة في معظم الاوقات بنقدر نزبط زاوية الحاول من اول جراحة ما نخافش خالص من تخدير الاطفال تخدير الاطفال بنستخدم فيه مواد يعني عالية الجودة زي بنقفل المحبس كده الطفل بروح صح نقطة والتخدير بيبقى تأثير وقتي ما نخافش جدا من تكرار الفحص او تكرار العمليات ان شاء الله لا قدرها ما حصلش عمليات كتيرة لكن التأثير المخدر بيقف لما الطفل بيفوق يعني لو الطفل تفحص تحت مخدر من شهر فات ما فيش اي داعي ان الاب يخاف ان هو مثلا هيحتاج تفحص الشهر ده ليه لانه ما دام فاق من مخدر شهر فاتي باو كويس خلاص خلصنا ما فيش مشاكل ممتدة لبعد كده في حاجة انا انسيت اقولها لكو بعلاقة فحص تعيون الطفل في العيادة انا حياء قليل جدا ما باخد الولاد للفحص تحت مخدر معظم الفحصات بالتم في العيادة الاطفال الاقل من سنة من كتفهم وحياء طاقم المساعدين عندي متمرس على ده كتف ايديهم ورجليهم ومنفحص عنيهم كأنهم متخدرين حتى لو الاب والام ما نحبوش ده شوية ولا دعاية شوية بس انا في تقديري احنا بنوفر مرات بينج غير يعني ملاش لازمة دي نمرة واحد نمرة اتنين الاطفال من سنتين الى اربع سنين دول لو احنا اصدقاء من هم صغيرين ما بقاش اصدقاء قوي الحقيقة فبقوا خايفين شوية فبنتطر لو حنعمل تدخل نفحصهم تحت مخدر او بنديهم دواء في العيادة مرتبط بوزنهم مهدق المهدق ده امن الحقيقة بنديه بعد ما نتأكد الطفل ما كاش عنده دور سخنية او بردة وبيكحة وبيعتص او كده بياخد جرعة وبعدين اللي يحتاج ياخد سنتين او اتنين زيادة من هذا الدواء عن طريق الفم بينام الطفل وبرضو تسعين في المية من الحاجات اللي احنا بنحتاج نعملها بنعملها في الوقت ده في العيادة انا العيادة عندي مجهزة انها مرتبطة بمستشفى الحقيقة فبيبقى ده زيادة عامل امان مهم من زيادة عشان لو لا قدر الله الواحد في الخمس تلاف بني ادم وان العشرة تلاف بني ادم اللي حصلت فيه مشكلة لحاجة بنقدر نحطه على اكسوجين او خلافه وده ما بيحصلش يعني الحمد لله ما بيحصلش فمادة اللي بيستخدمها اللي هي الكوروراهيدريت اللي اسمها العلمي مادة امينة وفعالة وبتساعدنا ان احنا نكسر الرهبة عند التفل طبعا بنسعد جدا اما شفت ولاد عندهم ساعتين تلاتة نقول له بص في النور يبص في النور شوف فوق شوف فوق شوف تحت شوف تحت بثقة وثبات وده بيعكس طبعا طريقة طريقة تربية الاب والاموة البيئة المحيطة يعني الحقيقة وده بنسعد جدا ما تبقى الطفل هادي كده وجميل وبيستجيب لحاجات قد لا يستجيب اليها الكبار فيه تثبيت القرانية مادة رايبوفلافين دي حاجة في منتهى الأماملة هي محتاجة لها زرع العدسات المختلفة ويعني فيه وسائل كتير لهذا الموضوع استفسار اخر مادام ايمان هلو هلو اهلا وسهلا فاند انا بني كان عندها ما كان ده 13 سنة وكان عندها كسل في العين فهى كان عندها اربع سنية كان نسبة عنده في العين الشمال واحد على 10 ثبت حطه هي johnson لانيها دي العين اليني يعني عندها ما الذي هو حوال الخات الحضرة if you could get home كان ليا φو было فاااااا ارتفعت النسبة عندها اربع ونصف تقريبا من عشرة قوسة و현ادي الوقت وهي ده الوقت عندها 11 سنة فهل تكمل تانى وال disguise باللزقة دي ولا لسه ولا خلاص على كده مش هيريد تفرق معاها هي متقبلة اللزقة مش كده هي يعني دلوقتي عارف حضراتك لما كبرت ما بقيتش متقبلها أو زي الأول يعني الأول كان بتفطها 24 ساعة 8 ساعات دلوقتي ما بتفطهاش خالص يعني جات فترة كده مش عايز تفطها خالص تمام هو بص حيك إحنا الموضوع بيستجيب بعد 11 سنة لو لعين 4 من 10 يعني 6 على 18 يعني بنتك نظرها 70 أو 80% تقريبا 60% من المفروض يكون فهي دي حاجة كويسة جدا نصيحتي ليك إنه حنفكر المخ فجربي ساعتين في اليوم لمدة شهر أو شهرين ساعتين في اليوم وهي بتعمل نشاط ويريت نقيس نظرها بعد هذه الساعتين لو لقينا بتتحسن نستمر على كده لغاية ما نجيب آخرنا في هذا الموضوع أتوقع أن هم كنتشوف سطرين أو ثلاثة أحسن كمان لو عملنا بهذه النصيحة وحقيقي بشدة جدا أنك أنت قدرتي تسيطري على البنت وهي صغيرة وقدرتي تغملها عنها الحقيقة ما بتغميش 24 ساعة مندي 6 ساعات أو 8 ساعات في حالات الكسل العميق في النظر لغاية من أول ملايين وبتدي نقلل الفترات على حسب الاستجابة في حاجة أخيرة برضو حب أقولكو عليها لو جيبنا الفيديو الأخراني عن العدسات اللاصقة العدسات اللاصقة الحقيقة في حاجة البنات بقى في الثلاثة واربعة شهرات بيبتدوا بقى يبصوا على بعض ويبتدوا يتعاملوا مع بعض ويشوفوا إيه اللي بيحصل في الدنيا من ضمن الحاجات الفانسي اللطيفة إنها تحب تلبس ساعات سلاسقة إعالة عنها العدسات اللاصقة دي سطح مرن فيه مية المية دي بنحطها على سطح لغين ترجمة نانسي قناني 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 قض gram